طيب تسمح لكابتن أهلا بن تكلم كده طبعا لازم يعني نستقبل على الهاتف الزميد الإعلامي والمستشار الإعلامي للنادي الأهلي أستاذ شريف فؤاد تحياتي لحياتك أستاذ شريف كابتن محمد يعني أنا اللي بحية حضرتك تحياتي والأول مرة في قناة الأهلي بستقبلك أنا يعني فأنا سعيد طبعا ومبروك طبعا يعني ده أولا يعني ربنا أخليك يعني تمثيل النادي الأهلي شرف عظيم ويعرضي نكون في حص النظر ويعني أنا سعيد وجودي محراتي أده وأدود أده وأدود طبعا طبعا مصر لخالوك الكابتن ماهي الهمان أهلا الأهلا أهلا 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 بحضرتك تحياتنا لحضرتك وخلينا بقى أول يعني تعامل مع حضرتك في الكلام يعني موقف مميز جدا من مجلسة النادي الأهلي بيدل على تمسك النادي الأهلي دائما بمبادئه وبأخلاقه الموجودة باستمبرر عبر التاريخ طبعا الفيديو اللي كان متواجد على سوشيال ميديا واستياء من جمهور الاهلي قبل جمهور نادي الزمالك بهذا الفيديو وقرار مجلس الارب عودة المسؤول السوشيال ميديا والتحقيق معي صحيح يعني حضرتك أصابت كابل الحقيقة هو لأنك يرسل قيم ومبادئ عضاها أكثر من 110 سنة قبل تأتيت النادي في عام 1907 كابت محمود الخطيب الحياة كابت محمد مش قادر أوصف لك بخلال محاديتنا الهاتفية وهو بيبلغن بالقرار قد إيه كان مزعج وقال إنه دي مش أخلاق النادي الأهلي أبدا النادي إلى أي كيان وإلى أي شخص وأمر مفروض الزميل من الصحر اسمال النادي مسؤول عن سوشيال ميديا اللي رافق المساعدة يعني اتصرف تصرف غير مسؤول بالبرة ومركوض وبالتالي كابت محمد خطيب قرر إنه مش بس إيقافه عن العمل وتحويل التحقيق لا وإهتم فورا من أبو صدي على أول طائرة قادمة من أبو صدي يعني هو موقف طبعا كابتو حون خطيب واحد من الناس اللي مسلوا النادي لأهلي عارفين يعني إيه مبادئ النادي بعيدا عن الإدارة كمان يعني يا سيد شريف مش قادر أقولك الحيام الزعجة دي وكمان إيقاف الزميل المسؤول عن الصفحة رسمية هنا إنه لم يتدخل لمنع هذا اللايق أو الفيديو اللي تم نشره يعني لعيبة نتكلم بأريحية في نهاية دو بعيدة صورة طيب أتحضوا مع بعض الضحيف ممكن تكون في بعض الكلمات خرجت تاريخة رفوض بتأكيد لكن كمان الأسوأ هو أن أنا أفتح بخصوصياته موازية أريد بهذا الشكل يسبب مشكلة ويصيق إلى كيان وإلى دولاء المتخم نتكلم عن تكريت عن وحدة عن مصر عن تكريت تنافس رياضي شريط بين كيانات مختلفة يجب أن هذا التنافس يكون في إطار من الروح الرياضية المتميزة والخلق القوي نتنافس فائز ومعزوم في النهاية لكن بنخرج الحقيقة في إطار من العلاقة الودية الطيبة بل ونحرط على توصيل هذه العلاقة أكثر من نشأة شباب المصري صورة طيبة ومترمة عن الدمارسة الرياضية وعن أخلاقات الحقيقة الرياضة للتعام وعن قيم ومبادئ نادي بأهل الحريط على تفسير فالحقيقة نادي مجلس الإدارة مزاعة جدا كان محمود خطيب شخصيا هو اللي أخذ القرار بمنتهى السرعة وأنا شخصيا كمستشار للمجلس بتقدم باعتذار لأي وعي كيان أتائي هذا الفيديو وبقيقة مش أخلاقيات النادي أبدا وعننا نحتاجين نعمل مراجعة كده لبعض الأمور عندنا يعني نعرف بعديها فعلا لازم الشخص اللي يكون عنده مسؤولية يكون عارف إنه الكلمة إذا خرجت ممكن يتسبب في قدمة كبيرة جدا فما بالك بفيديو إعلام الإعلام يخلط له أرضاً وراكة فيها فيهن مش عايدينه يسكو بالضيط على النار لازم يسهم في توفيض واصف العلاقات الإنسانية والرياضية المتميزة بين الكناتين المتحدثين هو موقف سريع ومميز من نجم كبير كابتا محمود الخطيب طبعاً ومجلس دات النادي الأهلي سيد شريف يعني مني وانت حاتك متواجد معنا يعني كان فيه خبر بوجودك مع محمود الخطيب ووفد رفيع المستوى من مجلس الإدارة إن شاء الله متوجه غداً للرياض استكمالاً لطبعاً المشروع القرن والمحادثات في هذا المشروع ومنه الإمارات إن شاء الله يعني أعرف التفاصيل أكثر من حضرتك صحيح كابتا محمد الحياة أنت عارس أنه هذا هو مفتوعة القرن في النادي الأسفل دي الهديئة الكبيرة دوار العام في الثمان الصحة في السبتات الشام الماضي قبل حلول هذا العام بقدور ممثل المستثمرين في هذا المؤتمر بدوار الكابتا محمود الخطيب رئيس مجلس دارة وإن دولة المستوى الحياة يعني رسيد رئيس شخصياً محتم جداً بكذا الموضوع لأنه يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال إنشاء المدن الرياضي الموضوع بشيكون السادسة كبير محمد يكون مدنة رياضية متكامة بيضم عدد من المشروعات الضخمة جداً اللي ستجد رعائد كنا نتكلم عن الرياضة أفضح الصناعة والاستثمارات كبيرة جداً في الملايين والمليارات والآن للأهد كان زيماً هو رائد المبادرة والصدق في هذا الجزء علشان كده الحقيقة الصفة غداً زي ما حضرتك تبضل كان سبح محمود القطيب ورصه السيد الأستاذ العام اللي كانوه نائد رئيس النادي وقدمت صدوق أستاذ رندلي وأيضاً الأستاذ خالد مرتقي أكبر معضاء الشيء ومعهم المستشار القانوني للنادي المستشار حلم عبد الراز يكون في اجتماع مهم مع ممثلي المستثمرين في الملاكة العربية السعودية حيثاً في العاصمة الغياض لكت العديد من النقاف متعلقة نحوه التعاون صفوق دعاية مدد انشاء التمويل اللي هي التفاصيل لحضرتك عرفة دي وربما يعني يتم التطرق إلى مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى حاجة كده مبدئية حتى يتم اتخاذ القرار ويتم توفيع البروتوكول والإنشاءات اللي احنا يعني إن شاء الله بنفعشة منها تبدأ في غضون مش أسابيع قليلة إن شاء الله ستكون أيام قليلة إن شاء الله يبدأ العمل المبني وتتحقق أو يتحقق حلم جميل النادي الأهلي بإستاذ ومشروع عظيم يليخ بإسم نادي القرن بعد كده بشكل مالكامل خطيب وعضاء مجلس إدارة هيتوضه إلى أبو ظبي لحضور مباراة السوبر والكامل الخاصي طبعا يترأت بها كل أمنياتنا صيبة أولا تأخذ بشكل يليخ بإسم النبيين وبصورة مصر ومن قد من فرحة حضرية ثانيا طبعا أنا بتمني سيدنادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله سيد شريف أنا بشكر حاتك ونتمنى بعدك التسع صدرك في الفترات القادمة أن نأخذ دائما أخبار النادي الأهلي من حضرتك على طول من التواصل المستمر حاصل القناة تحققه علينا كابتن محمد أنا بشكركم بشكرها لك تحاية لحضرتك طبعا تحاية كابتن مهار همام أستاذ شريف يعني في وقت طبعا المستشار الإعلامي لإننادي الأهلي منبارك له مرة أخرى يمكن واضح جدا أن دائما في قرارات سريعة